خلينا أيضا نسمع كيف تكون مشاعرهم هم مشاعر الشخص المصاب بالزهايمر من مقدم الرعاية محمد مأمون خلينا نسمع الإنسان كله أحاسيس وكله لحم ودم ونبض قلب يحس ويشعر بكل شيء نعم حالة اكتئاب تجيله شديدة وأحيانا نفسنا الأصحاء نتخاطب مع المريض ما نخليه يعني في عزلة لما تقوله تجري بقاسيا لك إنت حصلت مالا صار لك حادث لا قدر الله وتنقل الكلام هذا يجيله اكتئاب طبعا هو يحبك ويحس فيك لكن ما يقدر يتخاطب معاك عشان كده نحاول قدر مستطاع ما ننقل المآسي والتجارب السيئة لنا لهم في حالة مرضهم هذه يعني من الأشياء المهمة لمقدمة الرعاية المريض ما يتذكر إلا الأحاجات القديمة الذكرات الجميلة الحاجات السعيدة تفرحه عشان إحنا لازم نحاول نعلم التقنيات إنه كيف يعيد الماضي الجميل حقه عشان يبتسم عشان نبعد عن اكتئاب لأنه اكتئاب مرض يعني يسير له ويسير للأسرة كلها وأيضا الخوف الأشياء اللي تخوفه ما نخليه الوحده معزول نحاول دائما نكون حوله نتخاطب معاه نتكلم معاه قدر المستطاع ما نخليه في عزلة لأنه مريض يحتاج الحب والوفاء وأنه تكون أنت أغرب الناس إليه بجانبه